اتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية على إغلاق ملف الخلافات نهائيا وإلغاء 12 قرارا صدر ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة مما يمهد الأرضية لتنفيذ اتفاقية فيينا النووية وفي إطار تطوير العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي أكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستستأنف رحلاتها إلى طهران بعد توقف دام عدة سنوات بعد الاتفاق النووي تعهدت إيران وأوروبا بدعم التعاون في القضايا الثنائية والدولية مستشار الإمام الخامنائي وخلال استقباله الدبلوماسيين الغرب لطالما تحدث عن ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وأوروبا بهدف توفير سبل إيجاد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي يجب أن يتواصل التعاون بين إيران وأوروبا في كافة المجالات لتعزيز السلم والأمن في سوريا والعراق ومناطق قرب آسيا أكثر من أي وقت مضى وفي جديد التصريحات الإيرانية حول العلاقات الإيرانية الغربية والإيرانية العربية أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني في مؤتمر صحفي أن من أولويات بلاده تعزيز العلاقات مع دول الجوار ومن ثم الدول الغربية لدول الجوار موقع هام في الدبلوماسية الإيرانية ونحن نحرص على تعزيز علاقاتنا مع جيراننا في كافة الظروف وهذا الأمر يعتبر ضمن أولوياتنا في السياسة الخارجية القضية الفلسطينية كان لها نصيب كبير من تصريحات لارجاني الذي أكد مواصلة دعم المقاومة والشعب في فلسطين بوجه الاحتلال الإسرائيلي بينما يواصل الغرب بعد الاتفاق النووي مساعيه دخول السوق الإيرانية وتعزيز العلاقات السياسية مع إيران عبر الزيارات الدبلوماسية تؤكد طهران أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لحلحلة أزمات المنطقة والارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية عباس نشاب تلفزيون الكوت طهران